مرحبا يا أصدقائي أنا أدعى علي في السابعة عشر من عمري أعيش مع والداي يمتلك أبي شركة السيارات أتيت إليكم اليوم لأقص عليكم قصتي هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا بدأت قصتي بأحد الأيام حين كنت جالسا أتناول الإفطار مع عائلتي بعد الانتهاء من تناول الإفطار سأذهب أنا وعلي إلى البنك لأصحب بعض المال من حسابي البنكي حسنا يا عزيزتي انتبهوا على أنفسكم لا تقلق حين انتهينا من تناول الإفطار قالت أمي هيا يا علي بدل ملابسك سريعا كي لا نتأخر حسنا يا أمي ذهبت إلى الغرفة وبدلت ملابسي سريعا ثم خرجت قائلا ها قد انتهيت هيا بنا لنذهب هيا وبالفعل خرجت أنا وأمي من المنزل متجهين إلى البنك وحين وصلنا قالت لي انتظر هنا وأنا سأذهب لأصحب المال حسنا جلست أنتظر أمي بينما ذهبت هي لتتحدث مع الموظف وكان كل شيء يسير على ما يرى وفجأة اقتحم أربعة لصوصين البنك وكانت وجوههم مغطاة بقناع بدأ الجميع يصرخ توقفوا عن الصراخ وإلا ستندمون ضعوا أيديكم فوق رؤوسكم هيا صمت الجميع بخوف ووضعنا أيدينا فوق رؤوسنا هل أنت بخير يا بني؟ أجل أمي لا تقلقي بدأ اللصوص بأخذ النقود وكنت أشعر بالخوف الشديد وفجأة سمعنا صوت سيارات الشرطة من الخارج ومن ثم اقتحمت الشرطة البنك توقفوا وضعوا كل شيء عرضان هيا بدأ اللصوص بترك النقود ولكن فجأة أمسك أحدهم بأمي علمت أنها لصة من شارها الذي كان أسفل القناع أطلقي سراحة سيدتي الآن لن أتركها حتى نخرج من هنا بسلام أولا وفجأة تسلل شرطي خلف اللصة ببط ولكنها رأته وتركت أمي سريعا وركضت ركضت نحو أمي وقلت هل أنت بخير يا إلهي قلقت عليك كثيرا أجل يا بني لا تقلق لم يحدث لمكروه هل أنت بخير أجل بخير اقترب الضابط قائلا أعتذر على ما حدث لك لقد حاولنا أن نحافظ على سلامتكم جميعا كما أن اللصة هربت ولم نستطع اللحاق بها ولكن سنحاول العثور عليها بأقرب وقت لتنال عقابها شكرا لك أيها الضابط لا داعي للشكر هذا عملي يمكنكم الرحيل الآن حسنا وبالفعل غادرنا البنك أنا وأمي وعدنا إلى المنزل وجدنا أبي ينتظرون بقلق يا إلهي هل أنتم بخير لقد رأيت بالنشرة الإخبارية أن هناك لصوصا اقتحمت البنك أجل ولكن حمد لله أتت الشرطة سريعا وقبضت عليهم ما عادت تلك اللصة التي أمسكت أمي بالشدة كيف ذلك؟ ماذا حدث بالضبط؟ أخبرته أمي بما حدث وحين أنهت حديثها قال حمد لله أنكم بخير أتمنى أن يلقوا القبض عليها بأسرع وقت أتمنى ذلك أيضا مرت الأيام وعاد كل شيء على طبيعته مجددا وبأحد الأيام استيقظت على صوت أمي وهي تقول لي هيا يا علي استيقظ صديقك ينتظرك في الخارج لتذهب إلى المدرسة معا حسنا يا أمي لقد استيقظت استقمت من سريري وبدلت ملابسي حين خرجت من الغرفة وجدت أحمد الصديقي ينتظرني صباح الخير يا أحمد صباح الخير أيها الكسول اقتربت أمي وقالت أعلم أنك متأخرة على المدرسة لذلك عددت بعض الفطائر لتتناولها بوقت الراحة حسنا أمي شكرا لك انتبه على نفسك جيدا وسأذهب أنا للتسوق بعد قليل حسنا إلى اللقاء إلى اللقاء ودعت أمي وذهبت أنا وأحمد إلى المدرسة وبعد مروري ساعات انتهى اليوم الدراسي وعدت إلى المنزل حين وصلت وجدت أبي وبعض رجال الشرطة أبي ماذا هناك؟ هل حدث شيء؟ وأين أمي؟ ألم تنتهي بعد من التسوق؟ عنقني أبي وبدأ يبكي ماذا هناك يا أبي؟ أخبرني يوسفني أن أخبرك بذلك ولكن تعرضت والدتك لحادث وتوفيت ماذا؟ بالتأكيد لا هذا غير صحيح أخبرني يا أبي أن هذا ليس حقيقيا لا يا بني إنه حقيقي لقد رحلت والدتك بدأت أبكي بشدة وأنا لا أستطيع استيعاب ما يحدث إذن ماذا سنفعل أيها الضابط؟ أخبرتك أن الحادث كان غريبا بعض الشيء ولكن أنا سنحقق في الأمر وعندما نصل لشيء سنخبرك حسنا شكرا لك لا داعي للشكر ذهب الضابط وقلت لأبي ماذا يقصد بأن الحادث غريبا؟ لقد أخبرني الضابط أن ربما يكون الحادث متعمدا ولكن لا دليل على ذلك سيحققون في الأمر أنا لا أصدق هذا يا أبي عنقني أبي بشدة وظللت أبكي مرت الأيام وأصبحت حياتي سيئة بسبب وفاة أمي وبيوم حين كنت جالسا بغرفتي دخل أبي الغرفة وقال كيف حالك اليوم يا بني؟ بخير يا أبي ما رأيك أن تناول الغداء اليوم بأحد المطاعم التي تفضلها؟ لا أريد الذهاب ولكن يا بني منذ وفاة والدتك وأنت لا تخرج من المنزل إلا عند ذهابك للمدرسة أبي أرجوك لا أريد التحدث أو الذهاب إلى أي مكان أنت ابني الوحيد ليس لدي غيرك الآن أرجوك لا تفعل هذا ولكن يا أبي لا يوجد لكن هيا بدل ملابسك وسنذهب لتناول طعامي بالخارج حسنا أبي غادر أبي الغرفة وبدلت ملابسي ثم خرجت من الغرفة وذهبنا إلى المطعم حين وصلنا طلبنا الطعام وبدأنا نأكل ما هذا الطعام السيء؟ الطعام الذي أعده أفضل بكثير من هذا هل ما تعده يسمى طعاما يا أبي؟ هل تسخر من طعام أبيك؟ لا بالطبع طعامك أفضل من هذا بكثير ابتسم أبي وأكملنا تناول الطعام ونحن نتحدث معا وبيوم حين كنت جالسا أشاهد التلفاز كان أبي ينهي بعض الأعمال علي هيمكننا أن نتحدث قليلا؟ بالتأكيد يا أبي هل حدث شيء؟ لا تقلق لم يحدث شيء ولكن منذ يومين أتت سيدة لشراء السيارة حين رأيتها أعجبت بها بشدة وأريد أن أتزوجها اعلم أنها لن تأخذ مكان والدتك ولكن أنت تعلم عملي مرهق للغاية ولابد من تواجد امرأة معنا بالمنزل أليس كذلك؟ هل تريد أن تتزوج مجددا يا أبي؟ أجل إنها لطيفة للغاية حين تراها وتتحدث معها ستتأكد من ذلك ولكن يا أبي أعطيها فرصة ما رأيك أن أخبرها بأن تأتي لتناول الغداء معنا حتى تراها وتتحدث معها حسنا قبل جبيني بسعادة وأخرج هاتفه وبدأ يحدثها كنت أشعر بالصدمة باليوم التالي كان أبي يعد كل شيء وأثناء ما كنت بغرفتي سمعت جرس باب المنزل فعلمت أنها قد أتت خرجت من الغرفة وهنا كانت الصدمة بمجرد أن رأيتها قلت بصدمة أنت ماذا تفعلين هنا؟ هذا غير معقول هل أنت بخير؟ وهنا تأكدت أنها هي فهذا نفس الصوت ماذا بك يا علي؟ أبي هجعلها ترحل من هنا أنا لست موافقا على زواجك منها ولا أريد رؤيتها أنهيت حديثي ودخلت للغرفة وأنا أشعر بالصدمة وبعد لحظات دخل أبي وقال بغضب ما هذا الذي فعلته؟ أبي إنها هي أنا متأكد من هذا أنا لا أفهم شيئا أخبرني ماذا هناك؟ أتتذكر حين كنت أنا وأمي بالبنك وقام بعض الأصوص باقتحامه ثم قامت لصة بإمساك أمي أجل ولكن ما علاقة ذلك بأسماء؟ إنها هي تلك اللصة يا أبي أنا أشعر بذلك كيف هذا؟ ألم تخبرني بأن اللصة كانت ترتدي قناعا؟ بالتأكيد لم ترى وجهها أجل بالفعل ولكنها تمتلك نفس الشعر والعينين لابد أنها هي خاصة أن الرجال الشرطة لم ينقوا القبض عليها ما هذا الهراء؟ هذا ليس هراء أنا متأكد من هذا خاصة حين تحدثت إليها إنه نفس صوتها يا أبي أنا أتذكره جيدا أبي أرجوك اجعلها ترحل ولا تتزوجها إنها لصة لا أصدق أنك تفعل هذا فقط لأنك لا تريد مني أن أتزوجها أبي صدقني أنا لا أكذب اسمت ولا تتكلم سأتزوجها سواء وافقت على زواجي بها أم لا كما أنك معاقب على فعلتك الحمقاء هذه أنهى أبي حديثه وخرج من الغرفة أعتذر على ما حدث يبدو أنه مرهق قليلا لا بأس هل هو بخير الآن؟ أجل سيكون بخير أتمنى ذلك سأذهب الآن ونتحدث بيقت لاحق أعتذر مجددا لا بأس إلى لقاء غادرت المنزل وظللت طوال اليوم بغرفتي مر أسبوع وكان أبي يتجهلني طوال الوقت ولم يتحدث معي وبيوم حين كنت جالسا أشاهد التلفاز فتح باب المنزل ودخل أبي وكانت معه هذه أسماء زوجتي أسماء أنت بالطبع تعلمين علي؟ أجل بالطبع سررت بالتعرف عليك يا علي سنقضي وقتا رائعا معا نظرت لأبي بصدمة ولم أتحدث ودخلت إلى غرفتي فأنا لا أصدق أن أبي قد تزوجها استيقظت باليوم التالي وحين خرجت من غرفتي وجدت أبي جالسا على الأريكة أبي أنا حقا لا أصدق هذا لما فعلت ذلك؟ لقد أخبرتك أنها علي استمع لي جيدا ما تقوله ليس حقيقيا كيف أنت متأكد من أنها لصة وأنت لم ترى وجهها أنت فقط لم تكن تريدني أن أتزوج بها وأنا أرى أنها امرأة صالحة أعطيها فرصة قبل أن أتحدث وجدتها تخرج من المطبخ وتقول صباح الخير يا علي هيا انتهيت من أعداد الإفطار لا أريد تناول شيئا ذهبت إلى غرفتي بغضب وبدلت ملابسي ثم ذهبت إلى المدرسة مرت الأيام وكان أبي ساعدا بها كثيرا أما أنا فقد كنت دائما أشعر بالخوف وأراقبها خوفا من أن تفعل شيئا ما وبيوم حين كنت عائدا من المدرسة كان الشارع فارغا فجأة توقفت سيارة أمامي وخرج منها رجلا أمسك بي بقوة صرخت وحاولت الهرب لكنه أمسكني بقوة وفجأة وجدت رجلين يقترباني مني سريعا وبدأوا بلكم ذلك رجل بقوة هل أنت بخير يا بني هل فعل لك شيء؟ أنا بخير حمد لله أنكم كنتم بالقرب من هنا لا تقلق هيا يجب علينا أن أخذه لمركز الشرطة لتقدم بلاغا ضده وبالفعل ذهبنا لمركز الشرطة ودخلنا لغرفة الضابط لقد كنت أسير أنا وصديقي حتى وجدنا هذا الرجل يحاول إدخال الفتى للسيارة بالقوة حاولنا إنقاذ الفتى وأتينا إلى هنا هي السبب هي من جعلتني أفعل هذا هي من أخبرني بالحقيقة أخبرتني سيدة أن أقوم بالتخلص من هذا الفتى وستعطيني مليون دولار كما أعطتني صورة له ومن هذه السيدة هل تعلم اسمها أو رأيتها؟ لا أيها الضابط لم أرها فقد كانت ترتدي قناعا ولا عالم اسمها أرجوك تركني لقد فعلت ذلك لأني أحتاج المال خذه إلى الزنزانة حتى نحقق في الأمر أخذه الشرطي وتابع الضابط شكرا لكم وجيد أنكم استطعتم إحضاره إلى هنا كما لا تقلق من شيء أيها الفتى سنحقق بالأمر حتى نصل إلى تلك المرأة حسنا أيها الضابط شكرا لك خرجت أنا والرجلان من مركز الشرطة وشكرتهما كثيرا على ما فعله من أجلي لا داعي للشكر نحن لم نفعل سوى ما كان يجب علينا فعله أجل أهم شيء أن تنتبه على نفسك حسنا شكرا لكم مجددا ذهب الرجلان وحين عدت إلى المنزل تفاجأت زوجة أبي حين رأتني كما أني شعرت أنها السبب فيما حدث لي اليوم لم أخبر أبي بما حدث حتى لا يقلق أو يقوم بمنعي من الخروج من المنزل بمساء أحد الأيام حين خرجت من غرفتي متجها للحمى سمعتها تتحدث في الهاتف بصوت منخفض أجل قم بالتخلص منه أولا وحين تنتهي سأرسل لك مليون دولار ولكن أهم شيء أن تتخلص منه بأسرع وقت تراجعت للخلف بصدمة وهنا تأكدت أنها هي من أرسلت ذلك الرجل ذهبت لغرفتي سريعا وأنا أشعر بالخوف الشديد وقررت أن أخبر أبي بكل شيء في الصباح بصباح اليوم التالي خرجت من غرفتي سريعا لأتحدث مع أبي وأخبره بدأت أبحث عنه بالمنزل فلم أجد ووجدتها جالسة على الأريكة أين أبي هل ذهب إلى العمل مبكرا اليوم أم ماذا؟ لا لقد سافر والدك لدي عمل أنهام سافر سريعا وسيأتي بنهاية الأسبوع كيف سافر دون أن يخبرني؟ أخبرتك أنه عمل أنهام ولم يكن هناك وقتا كاف ليخبرك أو مأت لها وذهبت إلى غرفتي وأنا أشعر بالقلق على أبي قررت أن أتصيل به لأطمئن عليه ولكن لم يجب لا بد من فعل شيء ليعلم أبي حقيقتها بأسرع وقت وبالفعل قررت أن أواجهها وأجعلها تعترف وأسجل كل شيء ليعلم أبي حقيقتها خرجت من المنزل وذهبت لإحضار جهاز تسجيل وأخفيته كي لا تراه ثم عدت للمنزل فوجدتها جالسة أنا عالم من أنت منذ البداية أنت الإصالة التي كانت بالبنك أجل أنا هي أخبرني ماذا ستفعل الآن أنا حقا لا أعلم لماذا تزوجتي أبي وماذا تريدين حسنا بما أنك على مشكل موت سأخبرك كما ترى أحب المال ولكي أصبح ثارية بدأت بسرقة البنوك لكن هذا الأمر مرهقا ويأخذ الكثير من الوقت لذلك تزوجت من والدك لأصبح ثارية بأسرع وقت وبمجرد التخلص منك ومن والدك ستصبح جميع أملاكه لي بمفردي ماذا كيف تفعلين هذا؟ كنت أنسى أن أخبرك أنا أيضا من تخلصت من والدتك كان يجب علي فعل هذا لأستطيع الزواج من والدك والحصول على أملاكه كما أيضا حاولت التخلص منك ولكنك نجوت أما اليوم فلن تنجو أبدا شعرت بجسدي يرتجف خوفا منها حاولت الهرب ولكنها لكمتني سقطت أرضا أتأوه بألم ولم أستطع التحرك لا تعتقد أنني حمقى أعلم أنك تسجل كلامي أرجوك أتركينيك فيما فعلته لن أرحل حتى أتمكن من الحصول على جميع أملاك والدك وسيحدث هذا قريبا والآن حان الوقت للتخلص منك للأبد وفجأة فتح باب المنزل بقوة ودخل رجال الشرطة ها قد وجدناك هيا تعالي معنا اتركوني أنا لم أفعل شيئا هيا أخذوها لسيارة الشرطة كما شكرا لك يا سيد محمود لا داعي للشكر كان يجب علي أفعل هذا أومأله الضابط ورحل أبي ماذا حدث وكيف أتيت أعتذر لك كثيرا يا بني كان يجب علي أن أصدقك منذ البداية لا بأس يا أبي أهم شيء أنك علمت الحقيقة أجل ولكني علمت هذا متأخرا لا بأس حمد لله أنك بخير وها هي ستنال عقابها ولكن أخبرني متى أتيت وماذا حدث لقد نسيت بعض الأوراق الهمة بالمنزل فأتيت لأخذها حين أشكت على الدخول سمعت صوت الشجاركما ذهبت ناحية النفذة وسمعت حديثكما وعلمت كل شيء فاتصلت بالشرطة وأتوا سريعا أتمنى أن تسامحني يا بني لقد أخطأت كثيرا بحقك أسامحك يا أبي علمنا فيما بعد أنه قد تم الحكم عليها بالسجن ومنذ ذلك اليوم أصبحت أقيم أنا وأبي فقط بالمنزل وإلى هنا أصدقائي تنتهي قصتي أتمنى أن تكون قد نالت أعجابكم إلى اللقاء بقصة جديدة ترجمة نانسي قنقر